اشتركوا في القناة واللحمة والمصير المشترك بين شعوب دول مجلس التعاون حول هذا الموضوع ومن خلال استضابة دولة الكويت لهذا العرس الخليجي باسمكم أورحب بالإعلام الإماراتي السيد فيصل البارود حياك الله أستاذ فيصل يا مرحبا وسهلا ويشرفني وجودي معكم لنا كل الشرف أستاذ فيصل بالبداية لو نتكلم عن الجانب الإعلامي الخليجي يليتنا أن نتكلم على دور الشباب في بجال الإعلام في منظومة دول مجلس التعاون أعتقد دور الشباب في الفترة الأخيرة في مجالات كثيرة كان هناك تأثير للشباب ومن عكس أيضا على الجانب الإعلامي أعتقد إذا تكلمنا عن الشباب أول شيء يخطر في باري أنا تجربة عشناها نحن في دولة الإمارات وزارة الشباب برئاسة معالي شم المزروعي مجرد أنها مسكت أمور الشباب ونحن كان فيه اهتمام قبل ولكن بدينا نتطور مجرد ما أنه مسكت صار الشباب عنده مجال كبير أنه يبدع وبالأخص حتى في الإعلام نشوف خلال السنتين أو ثلاث سنوات الأخيرة الإعلام الإماراتي إذا تكلمنا من تجربة خاصة الإعلام الإماراتي يحاول بشكل كبير في مجال التوطين وزرع الشباب وتوظيفهم واستغلال حتى إمكانياتهم في مجال الإعلام أعتقد أنت متى ما أسست صحيح بشكل صحيح وكان عندك الشباب وكان عندك الأدوات التي تقدر تشتغل فيها في أي مجال تقدر تطلع مخرج طيب الإعلام في دولة الإمارات اعتمد بشكل كبير على مسألة التفقيف والتدريس والتعليم خلال السنوات الماضية منذ قيام دولة الإمارات اللي نشوفها الآن نشوف عدد كبير من الإعلاميين الإماراتيين والمتخصصين في ملفات معينة سواء كانت مقروعة أو في مجال المقروء المرئي أعتقد بأن دولة الإمارات قطعة كبير في هذا المجال اللي هو توظيف الطاقات الشاب الإماراتية في القضايا اللي نحن نتكلم عنها اللي تخص الوطن واللي تخص المواطن سيد فيصل لو نتكلم على التطور الذي يواكب التطور الإعلامي العالمي كيف نوظف هذا التطور ما بين دول مجلس التعاون من الجانب الإعلامي أعتقد خلال الفترة الماضية كانت فيه مؤتمرات خليجية تخص الإعلام أذكر أنا حتى من سنة 2012 على ما أعتقد في البحرين كان فيه مؤتمر للإعلاميين وكذلك حدث في المملكة العربية السعودية نحن لما نتكلم عن رؤية إعلامية تخدم المصلحة والمنظومة الخليجية سواء في دولة الكويت في المملكة العربية السعودية في دولة الإمارات لابد من أن يكون نهجنا وما نبدأ فيه من الصفر وإنما نتبادل الخبرات أنا وين وصلت في الإعلام المقروع أنا وين وصلت في الإعلام وحتى الجانب التقني اللي الحين بدأ يلعب دور كبير في إيصال المعلومة نتكلم عن الواقع المعزز نتكلم عن الهولوغرام كل هذه الأدوات اللي يتم توظيفها لابد من أن نجد وعاء توضع في هذه الخبرات ويستفيد منها منظومة دول الخليج حتى أن نواكب الغرب نحن مثل ما يقولون ما بقاصر أننا قاصر وإعلامنا جدا قوي وأكبر دليل أن تتكلم حاليا الـ CNN والمحطات الكبيرة كثير ما تتناول قضايا سواء كانت قضايا إعلامية أو حتى قضايا داخلية في دولنا هذا يدل على أن هناك ذراع إعلامي قوي أنا لا أعتقد أن هناك شيء قاصر لنا بقدر ما أننا محتاجين أن نوحد الجهود وأننا نستفيد من خبرات البعض إذا هي دائما الاستراتيجية موجودة والرؤية موجودة وحتى نحن كأعلاميين وخصوصا كأعلاميين شبابنا كاد نرى نجاحنا بينما نحن نعمل الآن في المستقبل ولكن التنظيم وتقمص هذه الاستراتيجية والمشي عليها أعتقد أنه يوصلنا لمراحل كبيرة يشار لها بالبنان وما راح نكون أقل من الدول الأوروبية وأنا دائما أقول بأن إعلامنا قوي وإعلامنا كذا ولكن دائما ما تخدمنا القضايا أو الإنجازات التي تصير عندنا هي كثير ما تجعل الإعلام الغربي يسلط الضوء عليه وهذه الإنجازات التي تصير لو لا الذراع الإعلامي الموجود لما طلعت إلها فأنا أرى أن نفسنا في مرحلة متقدمة ولكن لهذا لا يمنع أن نتقوى أكثر نحط لنا مسار آخر يكون في تعاون خليجي إن شاء الله سيد فصل على ذكرك الاستراتيجية التي نحتاجها كمنظومة خليجية في مجال الإعلام حتى نواكب كما تفضلت قبل قليل الوكالات الخبارية العالمية أو حتى المحطات أو القرامات العالمية هذه الاستراتيجية بنظرك كيف تكون؟ هناك ناس كثيرة تخالفنا لما نقول أننا لدينا خصوصية في دول الخليج ولكن هو هذا الصحيح في دول الخليج هناك خصوصية تجعل التعامل الإعلامي مع الأحداث ومع الخبر يختلف بشكل كبير عن تعامل الإعلام الغربي المبادئ أو سقف المبادئ اللي نحن نتحرك في فلكه أعتقد بأنه هو هذا أكثر شيء مخلي المجتمع يلتف مع الإعلام ويكون رافض كبير لجانبنا نحن إلى جانب الإعلام أعتقد بأنه إذا قدمنا أكثر إذا ما بقول وحدنا الصفوف ولكن بقول إذا ما كل واحد حط البزل الضائع أو القطعة الضائعة من التركيبة الإعلامية وبخصوصيتنا نحن ونحن ممحتاجين بأن ننقل برامج ولا ننقل استراتيجيات نحن عندنا منظومة وعدنا مبادئ وعادات وتقاليد يعني نحن ما زلنا في دول الخيج المحرك الرئيسي بالنسبة لنا نحن كإعلام أو كمواطنين أو كذا هي المبادئ والعرف والعادات والتقاليد ما بين الناس أعتقد أن نحن إذا استغلينا هذا الشيء وحطينا آلية في النهاية دراسة من عندي أنا ودراسة من دولة الكويت والمملكة ومن البحرين أعتقد بنوصل إلى صيغة نقدر نعتمد عليها ويكون لنا خط ما بقول يغرد خارج السرب ولكن خط يقتدى به إعلاميا ويعني نحن نشوف اللي وصلنا له من منجزات إعلامية في جانب بس أحب أني أذكره لأن اشتغلت فيه كثير أنا وكثير أحس أن هذه التجربة اللي نحن أخذناها في الجانب الإعلامي أتكلم عن الجانب التقني عندما نوظف أحدث التقنيات في شرح الواقع الخليجي أو الواقع المحلي بتوظيف يعني آخر التقنيات هنا لما نتكلم عن العالم حاليا في حمة الواقع المعزز تروح الوكالة يقول لك هذه السيارة تشتغل على الواقع المعزز تروح الإعلام متى نحن ما وظفنا هذه التقنيات الجديدة وأنا أتكلم عن تجربة تفرق كثير وتوصل يعني تكون المادة الإعلامية تكون فلكية ذات جودة وفي نفس الوقت ذات محتوى الكل يقدر يستفيد منها أعتقد هذا اللي كنت أحب أني أوصله من البداية أنه متى ما شفنا نحن عندنا آلية أو أداة نقدر نستخدمها تكون ترتقي بإعلامنا أعتقد هذه بيكون أكثر شيء بيساعدنا نحن أن تكون لنا هوية إعلامية خليجية لما نتكلم يقول الإعلام الأمريكي يعتمد بشكل كبير على المصارح الإعلام الفرنسي يعتمد بشكل كبير على الدبلوماسية الإعلام البريطاني نحن في دول الخليج عندنا هذه الخصوصية اللي هي تميزنا واللي بفضل رب العالمين ومن ثم هي خلتنا متماسكين وعندنا هذه الشخص لما يقول لك مثلا من وين أنت تقول لك مثلا أنا من دولة الإمارات يقول هيا والله شفت عندكم أبراج الكويت هم رابطيننا نحن كلنا كمانظومة كخليج يعني كدولة وحدة فما يمنع أن نوظف هذه المرجعيات اللي نحن عندنا أن يكون لنا كيان يعني إعلامي نرتقي فيه سيد فيصل الأول حظر تتكلمنا عن الطاقة والإمكانيات الهائلة والجبارة اللي يمتلكها الجهاز الإعلامي الخليجي كمنظومة خليجية واحدة هل بالفعل في ظل هذه الإمكانيات والقدرات الكبيرة وهذه الأجهزة التي تواكب التطورات العالمية قدرنا نوصل رسالتنا إحنا كخليجيين إلى المجتمع الدولي هذه يعني المجتمع الدولي أو إذا تكلمنا عن ما بنروح على طول للمجتمع الدولي للخارج اللي يريد يشوفك كشخص منجز راح يشوف إنجازك اللي يريد يشوفك يعني قد ما تطور في منظومتك الإعلامية وقد ما تشتغل تبقى النظرة هي اللي تشكل صورة ذهنية بالنسبة للمتلقي أو الشخص الشايف هنا لما نتكلم عن الإمكانيات اللي نحن يعني وظفناها في الإعلام أثرت ووصلت بشكل كبير إلى العالم على سبيل المثال في بعض الشركات كانت تشتغل من مبدأ التسويق لدول الخليج من غير ما تطلب منهم دول الخليج وهذا كانت صاير تقريبا في سنة 2007-2008 كانت في لندن بعض الشركات هي شركات سياحية وشركات ربحية فكانت تسويق لدول الخليج من مبدأ أن دول الخليج اللي عندها اللي فيها التطور تروح هناك تحصل تروح تشوف فيها المنجز فيها كذا فكانت بعض البرامج حتى البرامج المحلية التلفزيونية أو الإذاعية تكت مثلا إليه تذكرة إليه دبي تذكرة إليه مثلا مملكة البحرين هذا نحن الناس المنجزات اللي سويناها هذي كلا الشخص اللي شافها بعين التطور قدر أن يعني يساعدنا نحن في نشرها وحتى لما برج خليفة تم افتتاح برج خليفة أنا في هذا الوقت كنت ماسك شيء يخص التنسيق ما بين هذا حرص الوكالات العالمية أنها تكون موجودة على أرض الواقع وأنها تنقل افتتاح وأطلاق أكبر برج أو أطول برج في العالم نتكلم هنا عن القنوات نجاح إعلامي هذا يعتبر أيضا وبعدين نتكلم عن كبرى الشركات الإعلامية وأنت كأعلامي تعرف لما نتكلم عن رويترز اي بي تي ام البي تي هذه كلها شركات كانت يعني نحن كانت مستعدة تدفع حتى تأخذ المادة ولكن بحكمة القائمين عندنا في المؤسسة اللي كنا نعمل فيها أن أعطوهم إياه ولا تشرج مم محتاجين أن نشرجهم نحن هذا اللي بنراويلهم إياه الحين بنسمعه بعد فترة وصرنا لما تسير مثلاً نحن ممكن تقريباً زياراتنا كثيرة تكون لين أوروبا فلما تروح أوروبا وتقولهم مثلاً برج خليفة ولا تقولهم دبي ولا تقولهم أبوظبي يكون عندهم أن هذه الواو يعني أن شو ها يعني فيه نظرة انبهار من هذا الجانب هذا كله ما صار بمجرد إطلاق المشاريع هذا صار لأن أنت مشيت على حطيت خطة إعلامية اشتغلت عليها ووصلت مثل ما يقولون للقاصي والداني هذا اللي نحن اشتغلنا عليه هل نحن بظل الأدوات الموجودة وصلنا إلى المرحلة اللي سوقنا فيها لنفسنا بكل تأكيد هل الإعلامنا نحن وخصوصاً هنا إذا بناخذ حتى الإعلام السياحي نقل الصورة أعتقد نقل بشكل كبير حق المتلقي اللي جايينك من برها ولكن هذا لابد أن يكون فيه استثمار أكثر في بعض النظريات في الإعلام أنك تسوي الحدث وتسوق له وأحياناً تسوي الحدث وتخلي الحدث روح يسوق حق نفسه بالضبط الحدث اللي يسوق لنفسه يريحك أنت كقائم على المشروع هذا ويعطيك داتا بيس أنت تقدر تعتمد عليها باتر إذا حبيت أنك تنقل هذه الأخبار وتنقل هذه الأشياء فأعتقد لا نحن في وأنا أتكلم من ما شفت وعايشت الأدوات التي استخدمناها ووظفناها في الإعلام ساعدت بشكل كبير في عكس الصورة للمجتمع الدولي والغرب بأن دول الخليج هي دول متقدمة حتى يعني أحب أختم في شغلة أن أنت كلما تشوف حد من هذه المناطق تروح السوق تبقى تشتري حاجة يقول لأنا من الخليج من القلف ولا أنا مثلا من الكويت ولا من الإمارات يغلي لك السعر هم يعرفون أن نحن وصلنا إلى مراحل متقدمة من الرفاهية ومراحل متقدمة من التطور فهذه النظرة ماية بالصدفة هذا يشتغل عليها عمل عليها ولله الحمد الحين نشوف نفسنا نحن يعني عندنا منجز نقدر نروي في العالم أننا نحن منجزين مش متحدثين نعم سيد فيصل سؤال أخير تقيم لتجربة المرأة الخليجية في المجال الإعلامي هل بالفعل وصلت إلى مرحلة أنها تنافس الرجل أعتقد إذا قلنا كما لا لسه أدري هناك في كثير أعلاميات خليجيات متميزات ولكن نحن ما عدنا العدد الكبير من الإعلاميات التي هي مستعدة أن تنافس الرجل أنت لما تتكلم عن إعلامة تتكلم عن مجالات كثيرة لا يقتصر على استوديو لا يقتصر على مراسل لا يقتصر على كذا في وظائف كثيرة ما زال ما زلنا محتاجين أنا من الأشياء الجميلة اللي شفتها أول ما وصلت إلى استوديو أن فيه أنصر نسائي وراء الكاميرات فيه أنصر نسائي يعني في دخلوا في هذا المجال ولكن عندما تشوفها في الخليج لا ما زال العدد جدا بسيط نحن في مجالات هي أصلا من الصعوبة عليها أن مثلا تدخلها اللي هي مجال الإعلام الحربي يعني في بعض المجالات ولكن عدنا ما بقول الكم ولكن عدنا الكواليتي الجيد أن اللي أتيك وقبلت هذا التحدي بأن تكون ذراع يعني أساسي في المنظومة العلمية تثبت وجودها وتقول لك لا لا تصنفني كامرأة أو كبنت تصنفني كعامل في هذا المجال كشخص يؤدي ويقدم أعتقد أن العدد ما زال ولكن النوعية ولله الحمد هي نوعية الحمد لله الأستاذ فيصل بارودي الإعلامي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل الشكر لك يعطيك رفع الله مشاهدينا الكرام شكر لكم على حسن المتابعة ونحن مستمرين معكم في هذه التغطية الخاصة للقمة الخليجية التي تستضيف دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر